موسيقى تتابعون مجزا لأهم الأنباء من الجزائر الدورية أهلا بكم قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده تعمل على إعادة فتح صفارتها بالعاصمة الليبية ترابلوس حرصا على تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان اليوم الأحد أن ذلك جاء خلال لقاء مع النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على هامش القمة الأخيرة لمجموعة بريكس في جنوب إفريقيا وأعرب رئيسي عن اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحتين العربية والعالمية ووفقا للبيان فقد وجه رئيسي الدعوة إلى الكوني لزيارة طهران لتباحث حول أوجهي وآليات رسم خريطة طريق لتعزيز التعاون المشترك قال رئيس المجلس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي إن ولاية تيبستي الحدودية مع ليبيا والنيجر تتطلب مزيدا من الليقظة ودع ديبي إلى من وصفهم أو دعا من وصفهم بالقوى الحية في المنطقة إلى لعب دور أساسي في مساعدة قوات الدفاع والأمن في إتمام مهمتها المتمثلة في تأمين الحدود وحماية الأشخاص والممتلكات ووصل ديبي مدينة بيرداي بولاية تيبستي قادما من القاعدة العسكرية كوري ستون التابعة للولاية بعد أن أنضى فيها أسبوعا كاملا وفق ما ذكرته الرئاسة تشادية أمر المجلس العسكري في النيجر لحد بنشر تعزيزات أمنية بمحيط سفارة فرنسا في نيامي وطلب المجلس والجيش والشرطة بتطويق محيط السفارة مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لسفير باريس من أجل مغادرة نيامي بتزامن مع انتشار دعوات في النيجر لأنصار المجلس العسكري بالتوجه إلى مقر السفارة يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة حول خطة الأمين العام لنقل مهم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من اسمع ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام الأممي قائد من اسمع القاسم وان إحاطة عبر تقنية الفيديو كما يرتقب أن يقدم وكيل الأمين العام لعمليات السلام جون بير لكروا ووكيل الأمين العام للدعم العمليتي أطول كهاري إحاطة بخصوص زيارتهما إلى مالي خلال شهر أود الجاري وكان مجلس الأمن قد قرر جوان الماضي إنهاء مهم بعثة من اسمع وفق خطة لنقل مهم البحثة المتكاملة مع الأخذ في الاعتبار المساهمة المحتملة لفريق الأمم المتحدة القطري ومكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل أكدت لجنة التحقيق الروسية لحد مسرع قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء الماضي هذا لجنة تحقيقات الروسية في بيان لها أوضحت أن الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتل العشرة الذين تشلت جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم والتي كانت تضم اسم بريغوجين أعلنت السلطات الأمريكية أن مسلحا مدفوعا بالكرهية العنصرية أطلق النار وقتل أربعة أشخاص من ذوي البشرة السوداء في جاكسون فيل بولاية فلوريدا السبت قبل أن يقتل نفسه وقالت الشرطة الأمريكية أن مسلحا استهدف مجموعة أشخاص من أصحاب البشرة السمراء مشيرة إلى أن الضحايا الثلاث هما رجلان ومرأة وأن رسائل تركها المسلح العشريني تظهر بالتفصيل أيديولوجية الكرهية ختم ورموجة السابع أثوني فورنيوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أكثر موقعها الإلكتروني في خدمتكم دائما شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة